فحين يقولوا ألم ترى ما فعل ربه من الممكن جدا أنهم يهزموهم بطريقة عادية وكانوا جماعة قريش يقومون برضو على بتوع الحبشة ويأتلوهم وينطفروا عليهم كأي معركة من المعارك تدور بين البشر بأسباب البشر وربنا فقط قوى قلوب هؤلاء وخلهم يهزموا هؤلاء إنما دي سبب عادل سبب عادل لكن الله فعل ما فعل بأصحاب لا بأيديكم ولا بأسبابكم ولكن بشيء آخر فوق النواميه وفوق الأسباب إذ أديا إذن ليس العجب من الفعل ولكن العجب من الكيفية التي وقع عليها الفعل لذلك قال الحق سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وفي قول الحق سبحانه وتعالى فعل ربك ألم ترى كيف فعل الله إنما جاب صفة الربوبية والربوبية هي التربية وهي التنمية وهي موالاة المربي للمربى حتى يبلغ إيه كمالا فكأنه بيشر إليه إن اللي فعل ذا بأصحاب الفيل هو ربه أي متوليك وكما فنع ذلك في أصحاب الفيل بلا أسباب عادية في أعراف البشر فكذلك سينصرك الله بلا أسباب عادية في أعراف البشر وإحنا أرفنا إن نعرف إن حدثت الفيل حدثت في ميلاده صلى الله عليه وسلم حين بقى نقول فعل ربك يجب أن نستقبل فعل ربك بقانون الله لا بقوانينا ليه قالك لأن كل فعل يأخذ قوته من قانون فاعله ومدام كل فعل بيأخذ قوته من قانون فاعله يبقى لما أقول مثلا خطب طالب الإعدادي خطب طالب السنو خطب طالب الكلية خطب الأستاذ خطب الأديب أخذ الخطبة بمدلول فاعلها وبقانون فاعلها ما أخذش الفعل من واقع والقانون من واقع آخر ما أقول مدام فعل ربك لن نقول عال إذن المسألة وضعت إلى فعل مين؟ فعل الله فعل خلق الله مبني على الأسباب والمسببات والعلل والمعلولات والمقدمات والنتائج والوسائل والغيات ده فعل البشر لكن فعل الحق حين ينسب إليه يبقى ما يكونش له هذه القوانين فما تقعدش تفسر في فعل ربنا بما تفسر به في فعلك أنت بما تفسر به في فعلك أنت فعل ربك يعني قد المسألة على إن ربنا لإيه؟ الفاعل خالق الأسباب يبقى من غير أسباب من غير مقدمة من غير نواميس وفي ذلك في قوله فعل ربك رد على طائفة العقلانين العقلانين اللي حبهم يستقبلهم أفعال الحق سبحانه وتعالى بقانون البشر تقبلون أفعال الحق بقانون البشر ولذلك كانوا يردون كل شيء ما يدخلش في معقول البشر ولا في قانونه ويحاولون أن يؤولوه بما إيه؟ بما يخبع لقانون البشر وإيه؟ وفكرهم وعقلهم مدرسة دي طبعا نحن في أوائل النهضة للحديثة تعرفون الشيخ جمال الدين الأفعاني طبعا والشيخ محمد إيه؟ الشيخ محمد عبده طبعا كانت تهم الإسلام بالغيبيات بتاعته والغيبيات دي مفهوم أن يعني بيأف فيها الناس كثير وخصوصا في العقول المادية اللي هي زي ما بقول عقول رياضية عايزة واحد وواحد إيه؟ اتنين وتعزلوا الرسالات والنبوات عن نرسلها وهو الله وعايزة تفسر الأشياء بناموس الإيه؟ بناموس البشر وبناموس الكون فلما جم عندي حتى زي دي نزيدنا الشيخ محمد عبده قال لها طر أبابل دي كانت جايبة ميكروبات ها؟ جدري ها ميكروبات وغدري ومش جدري ليه؟ أم قالك لأنه هم مستبعدين نمطر تجيب حجارة وبعد ذلك الحجارة تنزل على دي مسألة يعني العقل دي فها مش مقابل أقول له ليه؟ وانت بتدرس النبوات على أساس أنها نبوخ بشري؟ ولا يه؟ عفقرية إنسانية؟ لا انت بتنظر لتنظر بتدرس النبوات على أن الأساس الأصيل أنها مرسولة من الله ومندودة من الله الله إذن انت ما تنغيش هذه القوانين كن عقلك مسعاشي عقلك ليس حجة وإلا لو حكمنا العقل عقلك أم عقلي أم عقل أي إنسان ما هو العقل الذي يتحكم في هذا؟ عقولنا تختلف في الشيء الواحد فعق عقل من هو الحجة؟ عقلك انت؟ مدام ربون يقول أنا فعلت وفعله فعله فعل الله يبقى قانوني أنا ماله طب أنت لما تحب تفسرها بأنها جابت ميكروبات ووى إلى أخره زي مثلا بعضة الجنبية لما جابت الملاريا مثلا ده أسباب عادية أسباب عادية طب إذن انت بدك تفسرها بأسباب عادية وكأن السماء بمعزل عن هذا الحادث كأن السماء بمعزل عن هذا الحادث فنيجي النقشة المنقشة هؤلاء القوم تورطوا ورطات خطيرة جدا هذه الورطات إنهم كانوا ساعة يجدون الغربيين أو خصوم الإسلام يتهمون الإسلام بشيء يقوم يحاولون جاهدين إنهم يردهم ذلك الشيء ساعة ما يحاولوا يرد ذلك الشيء حمسهم في الرد يوقعهم في غلطات كتير حمسهم في الرد يوقعهم في غلطات كتير مثلا اللي كان مؤرق لاستعمار في الهند وفي السودان ثورة المهدية والثورات اللي قامت في الهند الجهات ساعة ما يعلن المسلمين الجهات في سبيل الله كل واحد بيدخل بإيه؟ دراسه في المعارض فكان اللي بيدايوهم كله إيه؟ فكرة الجهات فأشعموا وقعدوا وضجوا من الإسلام نشرة بالسيف وبالعدوان ومش عارف ليه 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 هذا كلام الفاضل بتاعهم ده مفهوم؟ وكان الرد عليهم رد بسيط نقول السيف مش بالإسلام إزاي؟ طب القوم الذين حملوا السيفة لينشروا الإسلام بالسيف أأسلموا بالسيف اللي حمل السيف ده علشان ينصر الإسلام بالسيف هو أسلم بالسيف؟ ما أسلمش بالسيف إيجي المسألة مردودة من الأساس محمد جايب السيف كده وقل له إسلمه؟ محمد ضعيف واللي كان هو يهضعاب فالذي مسك السيفة ليفتح البلاده بالسيف للإسلام أسلم بالسيف؟ ما أسلمش بالسيف إيجي المسألة؟ مردودة فجي منهم ناس يعملوا منهم اللي يضرب ومنهم اللي إيه؟ اللي يلاقي يقول يا ناس انتم تتهموا الإسلام بإنه انتشر بالسيف سيبوكم من النغمة دي سيبوكم من النغمة دي الإسلام ما بيستعملش السيف ده قال له بس لرد العدوات محد يعتدي عليه سيجيه أموا من المسلمين ساعة ما شايفوا كلمة دي من المستشريقين قال له ها كذا الإسلام الإسلام ليس له إلا إيه استبدال الدفاع وهذا هو المخصوض للكيد من هنا إننا نوقف الإسلام عند مناد واحد وهو إذا اعتدي علينا نبقى نحارب ما اعتديش نفضل كده ومنهج الضلال يبقى مستشري وأعدوا كده فأفقدوا الإسلام مهمته الأساسية اللي ربنا جعلها له وهو إنه لازم يحارب كل طغيان يجعل ثريات الناس مكبوطة في أن يختاروا العقيدة اللي لازماهم علشان كله يبقى مبدأ في ضلاله يستكل وأعدوا بقى فأفقدوا الإسلام إيه إيجابيته أفقدوا الإسلام إيجابيته علشان يفضل الإسلام كده والمسلمين اللي دفعوا الدفاع دا غرهم ساعة ما شافوا كلمة من المستشريقين أعدوا إيه ينموا فيه كذلك يقول لك الإسلام دا في حاجات كثيرة حول سيرة الرسول غيبيات كده لا يصدقها العقل ومش عارف إيه ككذا وكذا وكذا فقاموا ناس يقولوا لا يا شيخ دي ما حصلتش دا تحفيرها كذا وكذا 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 بالعقل أوه عشان يعملوا إيه عشان يبعدوا عن الإسلام إنه هو مولغ بالإيه في الأمور الغيبية والله وعازلوا حياة الرسول عن المعجزات بتاعته وعازلوا عن خدش أسرار الكون عازلوا وقال له إيه بشر عادي ولذلك تجد مثلا واحد زي هيكل في كتاب السرى بتاعته قال أنا حنحي المعجزات اللي حصلت لرسول الله وبعد الغيب يدي وأبحث فيه كإنسان كإنسان عبقار يعني فهميني نحن نسر أو لما يكون محمد القائد الأول في الإنسانية محمد العبقاري لا يقول أنا لا عايز لا قائد ولا عايز عبقاري أنا يكفيني أن تقول أنه رسول الله فجيه بقى الشيخ محمد عبده في هذه السرى وبعدين قال برضو إذا ميكروب ووى إلى آخر نوم إحنا بالنقش أول نقاش نقول له الحدثة دي أولا وثقتها تاريخي ولا ما وثقتها أهل وثقناها تاريخيا طيب الحدثة دي حسب إمتى حدثت في عام الفيل اللي هو العام اللي ولد فيه رسول الله طب ورسول الله بعث بعد كم سنة بعد أربعين ساعة من رسول الله بعث بعد أربعين وقعد يتوالى نزول القرآن على أهل مكة كان هناك أناس سنهم خمسين وناس سنهم ستين وناس سنهم سبعين وناس سنهم تمانين وناس سنهم تسعين وناس سنهم برضو مية وفيه مية وعشرين الله اللي سنه من أول ما بلاش خمسين دي عشر سنين ممكن لسة صغير مدريش بالحد حنمسك من أولى اللي سنه إيه ستين ستين شوف لحد أديه يديني كم جيل يديني أجيال كتيرة ولا لا كأن رسول الله حينما نزل في السورة وقرأها على القوم القوم كافرون به أدي أول حال وحريصون على أن يكذبوه ولو علموا أن شيئا ما مما أنزل عليه يمكن أن يكذب ما اتدخر في ذلك فلما نزل قول الله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفين ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا ترنيهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصر لو لم تكن الحادثة هذه عند أصحاب السن العشرين والثلاثين والاربعين والخمسين والستين والسبعين كما نزلت في القرآن لكان من الممكن أن يقوله أهي حدثة حدثة بالله شفت طير ولا شفت أبابيل ولا شفت حجار ولا شفت كعصر المأكول إذن كان من الممكن أن يكذب رسول الله بأدنى إيه وما اجترأ واحد أن يقول مما دل على أن الحادثة وقعت كما قال القرآن أكانوا يعرفون الميكروب الميكروب جي في يام في يام إيه بسبرت القرن الإيه سبع تشر ولا سبتشر سبع عشر إيه يوم سبع عشر يقول فبعا من الميكروب ما كانوا يعرفهم لميكروب إما كانوا يعرفوا طير بمذلو الطير وأبابيل بمذلو الأبابيل وحجارة بمذلو الحجار وكعصر المأكول بمذلو العصر المأكول لكان من الممكن أن يكذب رسول الله من الأجيال العاقلة أصحاب التجربة إلا هو سن عشرين وسن كدكا إذن ماذا لم يكذب بهذه فذلك دليل أكيد على أن ما حدث عامل فيه هو بعينه ما نص عليه القرآن وأيضا أدي واحدة الأمر الثاني إن احنا نعرف إن الميكروب اللي أنتو بدوكم تعزوا إليه الحسة ما هو معنى تفسير المسألة بالميكروب أنها يريدون أن يخضعوها إلى أسباب نواميس كونية مش قوة غيبية تدخلت نقول له تعالى الميكروب ده يا أخي كما نفهم له مدة خضانة له مدة مش بمجرد ما ينزل كده يروح الميكروب جاي كده مفرتش الجسم كده مرة واحدة له مدة خضانة طويلة يقعد له مثلا مدة خضانة اللي غدت خضانة أسبوع وبعدين بقى يموت وبعدين يتجيله التعفن الرمي وبعدين يتفتت وبعدين على ما يبقى عصر مأكل تكون المسألة عايزة قد إيه أدي واحدة وده ما حصلش بدليل أنه عقب بالفاق فاجأ عليهم والفاق دي سمها بيسموها التكتب مع الإيه تعقيب يعني على طول أماته فأكبره تعابير دقيقة لأنه يموت ييه يقبر ثم إذا شاء أنشره ثم يبقى هذا الفاصل بالنشر الحساب ييجي بعدين والبعث وإلى آخر يبقى يبقى إذن التعابير القرآنية بتوضع كل لفظ في إيه في مكان ما قال فجع لهم ترميم فجع لهم مما يدل على أنها إيه تعقيبية ومدام تعقيبية يبقى قانونكم باطل في مسألة إيه برضو إيه الميكروب ثم أروني ما هذا الميكروب العاقل المثقف الميكروب المثقف الذي نزل على الأعداء بخصوصهم ولم يمس واحد من أهل مكة إيه الميكروب ميكروب إيه يعني موجه يعني بصاروخ موجه يبقى إذن كلامكم هذا كله كلام والمذهب اللي أنتم بتدفعوا أنا لا يعنيني إنهم الذي يكذبوا أن محمد رسول الله كون مكذب إني ما حصلت لهش دي إيه طب ما خلاص ما انتهت دا الأصل مكذب فيه الأصل طب كيف أصحح ما حدث وأنت مكذب له كرسول أبقى أنا كتبت إيه ما دلت أنتم مكذب كرسول لأن مسائل العقائد لا تأخذوا من أزنابها إزاي بمعنى أنني ما أخذت في العقائد والجزئيات التكليفية والأحكام ودرستها أولا فاقتنعت بها ثم آمنت بمحمد وآمنت برب محمد أنا الأول آمنت برب محمد وآمنت بمحمد وبعدين خذت عنه مش الأصل إن أنا أعكس أعكس يعني إيه يعني أنا أنظر في الجزئيات الصادرة من الحق ومن رسول الله وبعدين قومن لهذا ده من الأصل إنني آمنت بالله بعقلي هذا الكمة وآمنت بالتبليغ عن الله ثم أخذته من رسول الله ما بلغه عن الإيه عن الله يبقى أني لما آجي أرد الأشياء التي لا تفقل تحت نصات عقلي هذا الرد الإيماني يبقى أني ما أهملتش عقلي أنا احترمت عقلي في الحكم الأول وهو أن آمنت بأن دا إله ولا تحكمه قوانين مدام إله ولا تحكمه قوانين يبقى ليس لعقلي عمل فقط إلا أن أوثق أذلك صدر عن الله قبل بيضطر فإن كان صدر عن الله يبقى على العين والرأس وربنا سبحانه وتعالى بيدينا أمثلة في مكونات الكون حتى الحسية لم يجعل العقل البشري يستنبط أسرار الكون المخفية عنه دفعة واحدة ليه بيدهلوا كده إيه تباع ليه علشان أعلم إن عقلي بطاقته وذاته ليس صالح لإدراك الأشياء على حقيقتها من أول دفعة بل يمر عليه يوم جاهل بالمسألة ثم يأتي بكرة يبقى قادر عليه ومدام أثبت له جاهل أمس بدليل قدرات اليوم فأنا أثبت له قدرة غد على عجل إيه على عجل اليوم وهذا هو الطور في قولي سنريهم آياتنا ومدام سنريهم آياتنا يبقى كانت مطمورة فلو كان العقل البشري صالح بذاته لإدراك أسرار الكون لأدراكها دفعة واحدة بمجرد وجوده في الرأس ثم أصبح العالم بعد ذلك مكرورة ولكن الحق يجعل هناك أشياء تظل غيبا وبعد ذلك تصير مشهدا بإيه؟ بمقدمات نمشي من ألف نروح لبين نروح لجين نلتفت لأله إذن المقدمات اللي ربنا وضعها في الكون دي هي مادتي في استنباط المجهول ومدام مادتي في استنباط المجهول لما أردها أردها إلى الأمر البديهي أردها إلى الأمر فكأن الحق سبحانه وتعالى حين يأذنه بكشف العقل لسر من أسرار كونه هو سر مادتي بس مش منظور لي هيعمل إيه؟ يهيئ الإنسان إلى أن يمسك المقدمات الموصلة ياخد مقدمة وبعدين ينتهي للنتيجة والنتيجة يعملها مقدمة وبعد ذلك ينتهي إلى النتيجة النتيجة دي يعملها مقدمة تتسلسل المعلومات وتتطور الفكرة وتتسامعها إلى أخرى ومرة يأذن الله لسر أن يكشف يأذن الله لسر أن يكشف ولكن البشر لم يكونوا قد صنعوا المقدمات العلمية اللي تدلهم عليه لكن الله أزنى للسر أن يكشف يوم ماذا؟ يوم يجيب صدقه يوم يجيبه حين يشاء الله لسر في كونه أن ينصر إما أن يهيئ له العقول التي تجعل المقدمات وتتصل إليه وإما يبقى يفهم فوادي وبعد ذلك ينبت لهم سرا لم يكونوا بصدده في وقت العملية دي فلو لم تكن الحادثة وقعت كما قص القرآن طير وأبابيل وبترميهم بحجارة لكان هناك من دوح على أن يكثب رسول الله في أمر شهده كبار القوم ومع ذلك لم يحدث هذا مما يدل على أن الحدث حدث كما وصفه القرآن طير أبابيل ترميهم بحجارة من إيه؟ من سجين تعرض أبرهته لهجم البيت وجاء ليهدمه ليصرف حج الناس إلى بيت بناه في صنعان فلم يدع الله لقريش أن تدافع عن ذلك البيت مماذا لأن الحق سبحانه وتعالى هو الذي يحني بيته وظن كثير من الناس أن موقف جد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد المطلب حينما قال لهم أنا رب هذه الإبل وللبيت رب يحنيه قالوا إن في ذلك تخاذلا قالوا إن في ذلك سلبية كيف يجيء ليهدم البيت؟ وعبد المطلب لا يتعرض له ويتعرض لإبله إنما أراد الحق وأراد عبد المطلب بهذه القولة أن ينفت نظر أبرهة إلى شيء ذلك الشيء هو أن البشر هم الذين بنوا بيت صنعان فلهم أن يتحمسوا له وإلى تعرض متعرض له فلهم أن يداتعوا لأنهم هم الذين بنوا ولكن عبد المطلب أراد أن يرده إلى أن ذلك البيت ليس من صنعة البشر وليس من وضع البشر وليس من بناء البشر فالذي بناه هو الذي يحميه ذلك شيء أروع ما يكون في الدفاع لأنه أوقف أبرهة موقفا لا يقوى عليه وهو موقف معاندة السماء ومع ذلك كان ما كان وأنزل الله طيرا أبابيل وحدث ما تعرف منه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يشأ الله أن يجعل لقريش ولا لأحد من ساكن مكة شرف الدفاع عن البيت كذلك لم يجعل الله لقريش ولا لأحد من ساكن مكة شرفا في نصرة الدعوة في أولها ورسول الله لقبه واسمه محمد واسمه أحمد كما ذكر في القرآن والإنسان حين يولد يوضع له اسم يدل على مسماه بحيث إذا أطلقه الواضع للإسم انصرف إلى المسمى فنحن نسمي أحمد محمد مصطفى القوم الذين سموا لهم محيط وقوم آخر يسمون ولهم محيط فمحمد هذا المحيط غير محمد هذا المحيط يبقى إذن النداء معناه طلب إقبال من واضع اسم أو عالم بوضعه إلى مطلوب والاسم الذي يوضع على كل مولود ليتعرف به يطلق على سلاسة أنحاء مرة يبقى اسم بس ومرة يبقى كونيا ومرة يبقى لقب إيه الإسم وإيه الكنية وإيه اللقب الأشياء التي تعتبر علما على الموضوع له هذا الإسم المولود لابد له من عالم يعلم به يعلمه الواضع فيناديه به إما أن يناديه باسمه وإما أن يناديه بكنيته وإما أن يناديه بنقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له اسم وكان له أهلاق وكان له كونيا أما اسمه فمحمد ورد اسمه في القرآن محمد أربع مرات وما محمد ما كان محمد محمد رسول الله والذين معه أشده على وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله أفإن مات أو قتل هذه يجب أربعة محمد واحدة بس اللي اسمه إيه أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وقلنا العلة زمان في هذه في هذه التسمية كويس أول وكنيته قال لك إيه أبو القاس أبو إيه أبو القاس ولقبه رسول الله يبقى استوفى العالمية في أوضاعها الثلاثة استوفى العالمية في أوضاعها إيه في أوضاعها الثلاثة مدام اللقب بيشعر برفح أوضعها لما يكون الرسول بقى له لقب يبقى من النوعين هم المشعر بإيه المشعر برفح رفح عندي مين عند الخلق ما كانوش يعرفهم لسه حيبقى إيه محمد إنما سموه الاسم الحلو اللي عندهم وذلك لما تقول قال أنا سميته محمد عشان إيه يحمد في الأرض وفي الإيه على قده لكن لما أرسله الله وأختاره رسولا للقوم بقى لإسم اللقب بتاعه إيه رسول الله من الذي سماه بهذا اللقب طيب أي لقب أرفع من أن يكون سفارة بين الله وبين خلقه يبقى إذن الرسول والنبي ألقاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الألقاب تشعره بالرفح لأن الذي وضعها ربه اللي المقاييس عنده عالية أنت لما بتضع بتضع لأدك في المقاييس إنما ودهلوا مقاييس مش عنده كنتم ددلوا شرف آخر إنه يبقى شرف عندكم وشرف عند مين عند من إيه من أرسل الله أعلمه حيث يجعله إيه يبقى إذن أحب شيء في الإعلاب برسول الله أن تقول محمد أو أن تقول أبا القاسم أو أن تقول النبي والرسول يبقى النبي والرسول ولذلك لا تجد خطابا ولا نداءا لله إلى نبيه ما قالوش يا محمد أبدا ما قالوش يا أبا القاسم أبدا إنما جاب إيه اللقب اللقب اللي هو من اللي وضعه هو اللي مشعر بالرفعة مش بالرفعة عند البشر بالرفعة عند مين عند الحق فلا تجد نداءا له إلا بقوله يا أيها النبي يا أيها الرسول وإذا قارنت ذلك بنداءات الله لرسوله من آدم لا تجد رسول النود إلا باسمه إنما ما قالوش يا محمد أبدا خطبناه بمين باللقب اللقب اللي هو مشعر بالرفعة رفعة عند مين عند من خلق ويعلم رسالة من إيه من أرسل يا أيها النبي إما الجبله اسمه محمد بقى أم قالك ده مش في النداء ده في الإخبار عنه لنعلم أن الرسول اسمه محمد فكان ولا بد أن إيه فإذا كان إخبارهم أو تعليمهم بأن محمد رسول الله وما محمد إلا رسول الله ده مش نداء بقى ده إخبار عنه ولذلك برضو وفي الإخبار وفي الإخبار يجب برضو الإسم الثاني لقد جاءكم مالش محمد بقى أن لقد جاءكم رسول من أنفسه وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة حتى في الإخبار يبقى في النداء استقل بيا أيها النبي ويا أيها الرسول وفي الإخبار يخبر به أولا إسما ومسمى لأنا من اللي حيارفنا أنت الرسول المحمد رسول يجب ندير المخابض وبعد ذلك حتى في الإخبار يجب برضو كلمة الرسول ذلك هو طب يا أيها ما كانش يقوله يا رسول ويا نبي إنما قال إيه يا أيها الرسول ويا أيها الإيه إنما قال لك إحنا في تعرفنا مع البشر ساعتا ننادي أي إنسان لما بنعظمه نعمله حاجة مقدمة يا سيدي يا فضيلة الشيء يا صاحب العزة بنجيب ألقاب ولا لا فبنعمل مقدمات عشان ندخل على الإيه على الإيه فبقال دي المقدمات كده دل على وكلما زادت المقدمات وبقت شبر كلما يكون إيه كلما يكون عظيم فشوف بقى يا أيها النبي وأيضا فيه عمل صناعي إيه صناعي في النح أما قال لك لأن النداء لما فيه ألف ما تقولش يا ربول يا النبي إنما تجي تقول تعمل لها مقدمة تقول إيه يا أيها النبي ما تقولش يا نبي ولا يا رسول خلاص ولا يناد ما فيه ألف إلا شيء واحد وهو الله سبحانه الله ما يناد ما فيه ألف إلا مين الله إلا مع الله ومحكي الجمل ما يمكنش تناديش اسم فيه ألف إلا مين إلا لفظ الجلالة والجملة إذا سمي بها إذا سمينا واحد إيه واحد مثلا شاب قرنو نقول إيه نقول إيه يعني يا من شاب قرنو يا الذي شاب قرنو إذا سميها بالإيه بالجملة لكن في المفردات ما نودي شيء فيه ألف إلا لفظ الجلالة فكأن الله توحد حتى في ندائه يا أيها الرسول إحنا في النداء بنجيب حرف الإقبال اللي هو يا وندخلوا على المنادة ساعة ما تدخلوا على المنادة يعني تطلبوا إقباله تطلبوا إقباله لمجرد الإقبال أم لشيء آخر تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم يبقى فيه يا زيت دي طب انت عايز لمجرد الإقبال ولا لتكلفه بحقي افعل كذا وافعل كذا ففيه شيء يراد به الإقبال فقط وفيه أمر بعد إقبال إيه إذا ما نديت إنسان بتناديب بالعلم المشخص العلم المشخص إن كنت في بيت ولا فيش فيه تكرار أسماء عايز محمد تقول لي يا محمد عايز علي تقول لي علي عايز براهيم تقول لي يا إبراهيم مش كده خلاص إزاك مشخصة بها طب بفرض تتنم في البيت محمد لازم تجيب وصف مميز مش كده ولا لا الوصف المميز إما أن يكون من الإشارة أو يكون الحضور هو الدلالة قدامك محمد بس دهو إنما في البيت محمد تاني أو قعدين لأيين يا محمد وتعمل الإشارة كإيه كمرجح لو ما كانش فيها إلا محمد ما تشير شي حتى إنما مدام عملت يعني يعني أنت يا محمد أنت وعايز تتحدث عنه تقول له محمد الصغير محمد الكبير محمد الرزل محمد المؤدب محمد التلميذ محمد الفلاح لازم تجيب معه مشكس لأن النداء طلب تشقيص حين ينادي الحق سبحانه وتعالى أشرف من ناداهم الله رسله أشرف من ناداهم الله رسله كل الرسل ناداهم الله بمشخصاتهم العالمية يا آدم هو اسم آدم والمشخص العالمي لا يعطي وصفا إلا تشقيص الذات بدون صفاتها يا آدم يجي آدم طبعا كده يا إبراهيم قد صدقت الرؤية يا نوح اهبط بسلام يا موسى إنني أنا الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت لإيه الله كل بيناديهم بمين بالمشخص العالمي الذي لا يعطي إلا التشقيص ولكن رسول الله خاتم الرسل ما ناداهم الله باسمه أبدا وإنما داداه الله بالوسط الزائد عن مشخصات الزائد فيقول يا أيها الرسول ويا أيها النبي الله بقى كلهم رسل إنما كأنه بيقول الرسول الذي جاء ناسف للكل ومؤمن في دينه بالكل هو دا اللي يستحل اسمه اللي تقوم السعى عليه هو دا مين ولذلك تجد كطاب الحق سبحانه وتعالى لرسوله دائما يا أيها الرسول يا أيها النبي ما يقول لش يا محمد زي ما قال يا آدم ويا نوح ويا إبراهيم ويا موسى دا نوع من الايه من التكريب وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله محمد صلى الله عليه وسلم وذلك اسمه الأول له وإحنا عرفنا في القرآن أنه اسم تاني جاء في الإيه في الإنجيل اسمه إيه لو نزلت إلى فلسفة التكوين الاسم له صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد محمد وردت في القرآن أربع آية مرة أحمد وردت مرة هذه آية من المحمد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول ما محمد كلمة محمد وكلمة أحمد مشتركين في أصل المادة لأنها من الحاء والميم والدان مادتها إيه حمد اللي هي الحمد إلا أن توجيه الاشتقاك المحمد غير التوجيه الاشتقاك في أحفر لأن معناها قبل أن يكون علما لأن الاسم إذا خرجت به عن معناه الأصلي إلى أن يصير علما انحل عن معناه الأصل وصار علما على مين الشخ ولذلك كيمكن عادي يبقى عنده زنجية ويسميها أمر حد يقول له لا ما تسميها شيء هي سميها أمر وعنده عبد شقي يسميه إيه سعيح مش كده ولا لا الله يبقى إذا إذا صار الاسم علما على شيء يبقى انتقل من مين من معناه الأصلي ورح لمعنى مين إلى معنى العلم لكن الناس حين تسمي تلمح التفاؤل طب والذنجية ذي اللي سمها أمر لمح تفاؤل إيه أم قال لك يا أخي فقدها جمال المسمى تبقى تاخد جمال الاسم كلمة بقى محمد لما تشوف إذا أنا نظرت إليها في الاشتقاق ثم تجد محمد يعني ذات وقع عليها الحمد من غيرها أحمد وقع منها الحمد لغيره يبقى محمد زي ما تقول فلان المكرم وقع التكريم من الغير عليه طبعا هنجيبها من زيها مكرم يبقى وقع التكريم منه لغيره عندنا اسمين لتنين من مادة الحمد ولا لا لتنين من مادة الحمد بس دي محمد ملحوظ فيه أن الحمد وقع عليه من غيره وأحمد الحمد وقع منه لغيره بس مش وقع الحمد كده بس يا حمد ده محمد وقع عليه الحمد كثيرا محمد كتير لأن لو عارف لو عوزنا بس وقع منه وقع عليه الحمد نسميه محمود وفنكس محمود يبقى وقع عليه الحمد ايه مالله إنما محمد وووو كتير كتير بكل عمال يحمد طيب تعالى تاني بقى احمد روخة طب احمد ديا زي يقف على التفضيل فلان أكرمه من فلان يبقى فلان كريم وفلان ايه اه يبقى احمد وقع منه الحمد كثيرا طيب لما يقع منه الحمد يقول حامد يبقى اذا احمد مبالغة في حامد ومحمد مبالغة في محمود اذا فرسول الله جمع الامرين فهو محمود من الله وحامد لله يبقى محمود ما محمود مبالغة فيه محمد من مين طب وحامد وقع منه الحمد كثيرا فصار احمد يبقى محمد واحمد لتنوا واخدهم ايه قال لك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع له الله بين امرين مقام الاستفاء ومقام المجاهدة فبالاستفاء كان محمدا ومحمودا وبالمجاهدة كان حامدا واحمدا يبقى اذا فيه مقامين اتنين مقامين لرسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم بعد القمة ينحل عن امر الرماة وتحصل الكرة من المشركين بتاع قريش على القمة وبعد ذلك يتجه صحابيه هنا وهنا وفي الروح وبعد ذلك هو يصعد للجبل ويتكتل عليه لحد ابن قميقة ما ييجي بحجر كده ويروح ضارب حضرة النبي عليه الصلاة والسلام فيكسر رباعيته ويجي حلقات المغفر في وجنده كده ويدخول فيه ويسين منه الدم وبعد ذلك ما يقدرش يطلع الصنع دي كلها مجاهدات بشرية أما كان الله سبحانه وتعالى ما يخليش ولو لا وليه يحرموا من لذة المجاهدة ليه لا قدم ياخد لذة لذة المجاهدة وعلشان الناس يعرفوا من المؤمنين بمحمد أن الله لم يأتي ليدلل محمداً على خلقه ولكن ليدل بما يأتي له على أن محمداً مصطفىً عن حرف وإلا لو بكما تجي كده المسألة كده يعني سهلة لا أبدا وليدلت على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حدث له ما حدث شفوا بقى الأسباع بتاعه في فرار من المعركة في هزيمة يوم ماذا يحفظ سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه يذهب إلى سيدنا بكر فيجد حلقته المغفر في وجنتي صلى الله عليه وسلم يوم سيد أبو بكر يحاول يخلعها يخلعها فيحركها حركة أقلمه الرسول فسيدنا أبو عبيدة قل له إليك يا رضي الله بالله دعنا وبعد ذلك يأتي بفمه وبشفتيه الليناتين ويقعد يهدهد في الحلقة كده إلى أن يخرجه يروح بكر يجلل إيه؟ الحلقة كده دي مسألة وبعد ذلك الدم يقعد ينزف لحد ما وبعد ذلك تيأتي السنة فاطمة ما هي ألهامها هذا الإلهام والدم ينزف ويسكوه ما ينسكشه فبعد ذلك تأتي بكطعة حصيرة حصير فتحريقها وتاخد الطراب المطلع من الحريق دي وتروح مضمنة به الجار وحرق الطراب مطهر ليه ينحلم الوجود من أمثال زي دي من أشياء زي دي إذن رسول وما محمد إل بس اسمعوا بقى محمد ألي منزلته ولكن هو رسول الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بعد عيسى فكان من الواجب أن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مؤكد على بشريته ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وهل انقلب أتباع الرسل السابقين على أعقابهم حينما مات رسلهم فكيف تكونون أقل شائنا من هذه الأمم هموا أنه حدث هذا لماذا لا يبقى الخير الذي بلغه فيكم رسول الله إلى يوم القيامة والرجل الذي يسمع خيرا يموت بموته هيكونوا قد صنع شيئا اللي عايز يعمل خير هو اللي يعمل خير يخلفه إنما خير يفضل كده ولذلك الزعامات الفاشلة هو الزعام اللي يفضل زعامه بعد أن يجي ندور على حد بعده من لايه؟ يقول له هو خنقهم ليه؟ كان خايف منهم؟ إنما لازم كان يراب ناس بحيث لما يروحوا يبقى يلاقي غيره ما محمد إلا رسوله ساعة تسمع أسلوب يسمونه أسلوب القصر أسلوب الايه؟ القصر يعني بيقصر محمد على الرسالة طب إذا قصرت محمدا صلى الله عليه وتلم على الرسالة يبقى معناه أنهم كانوا فاهمين ايه؟ يمكن كانوا فاهمين إنه هو أكبر من رسول شوية ولا يموتش فألو الله هو ايه؟ هو رسول حتى الذين كانوا يعبون إذا أهوا في اسمه هو اسمه محمد كما قل ومحمد يعني ممدوح من الكل ومش ممدوح بس إذا ممدوح بكسرة فييجي خصومه يريدون أن يهجوه ويشتموه ويلعنوه أن يسموا المشتوم عندهم بدل ممدوح يسموه مجلوع ويسموا بدل محمد مزمم ويسموا بدل محمد ايه؟ ولما يلعنوا يشتموا بما يشتموش الاسم محمد يشتموه الاسم اللي هم بيقولون مزمم يقوم رسول الله يضحك لما سمع ما قالته أم جميل امرأة أبي لهد مزمما أبينا نسمم يعني تقصد مين؟ تقصد محمد بس ما قالت شي محمد ضنت باللفز المكرم عن أنها تقول جابت اللفز المقابل مزمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تعجبون كيف يصرف الله عني زم قريش ويصرف عني شتمهم ولعنهم إنهم يشتمون مزمما ويلعنون مزمما وأنا محمد شوف الزي ربنا من أفواحهم هم نفسهم اللي هي اللي فهم أنها تجيب علشان يبعد حتى عن الايه؟ حتى عن الاسم أن يقول عنه أما المسمم فلن يقول عنه ولن يفكر لهم اللفز يقولوا فيه من حتى ولا هذا